هو سؤال حقيقة إلى علاقة بالعصمة نعم العصمة كم فهم وكذلك الوحي نعم هاي تأصيلة بعديا لما صار أكو جدل بين المسلمين أو بين الأمم الأخرى جدل ثقافي أنه يا بأأنتم مش مدريكم القرآن هذا صحيح قالوا لأني أنه وحي طيب مش مدريكم نقاله بشكل دقيق قالوا لأني أنه معصوم إذن العصمة أتت لضبط الوحي بعدين صارت أنتو الحداثة وين يجيبونه طيب لا أنا أقول لا أنا أقول هاي الجدل صار لا هو أقول عزيزي أنت يعني تريد أن أستمح لا لا أستمح خلص أما تريد أن أقبل منك أقول لا أقبل أنت لا تقبل بس خليكم جيد مو تطرح أدلة اتفضل أنا أطرح أدلة اتفضل مفهوم الوحي لم يظهر يعني كمفهوم بالنقاش عند الصحابة ولا وراهم يعني شنو الوحي وليش الوحي العفو العصمة العصمة نعم العصمة ومدروا شنو بعدين طلعت لما انصار أكو شك أجوا الأئمة يابا هذولا ناقلين محللين للنص فالعصمة الغرض منها هو أما التبليغ أو تفكيك عبارات التبليغ بعدين تحولت إلى الحاكمية يابا إحنا ليش من نقبل أي واحد من نقبل أي واحد لأنه الولاية تقتضي الإخلاص وتقتضي العدالة وهاي لا تتوفر إلا بالمعصوم السهم شيء جيد بعدين وين صار لما انتقاطعت العصمة مع الرياسة انتفت العصمة احتاجينا واحد هو يكون معين من الله طيب العصمة تعارض ما إحنا قلنا يعينا الله يعينا لأغراض التبليغ أو لأغراض الحكم العادل فهذا لازم يكون معصوم لا خلص ممكن لا بشلون لأنه السياسة اقتبت لأنه المصلح اقتبت هسا انت تريدني أعلق لو تريدني فقط أنا استمحت لا 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 أنا أرتبط ببحث تاريخ العصمة وأنه متى وجده مفهوم العصمة أساساً وهل أن القرآن الكريم تعرض لذلك أو لم يتعرض وهل أن النصوص النبوية تعرضت أو لم تتعرض وهل النصوص الولوية أي صادرة من الأئمة تعرض لذلك أو لا هذا بحث الآن ليس محل حديثي وهذا الذي قلته لا أوافق عليه بشكل إجمالي وإلا تفصيله إذا تريد حلقة كاملة نتكلم عن تاريخ مفهوم العصمة وتاريخ مفهوم الوحي أساساً هذا الوحي بالمعنى الكلاسيكي الآن ما هو هذا مو محل بحثنا أم هو إذا يأخذ وقته لا بعدين نتجعل إذن الآن هذه كانت جملة معتنظة من جنابك الآن ذكرت رأيك وأنت تعرف أنا أصل لمسألة الحوار وأنه قبول الآخر هذا رأيك مولانا محسرا مولانا أما أني أوافق أو لا أوافق إن شاء الله في محلي نعم